وكانت هيئة الانتخابات في القبون قد أعلنت فوز علي بونجو بولاية الرئاسية الثالثة وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة حيث حصل على 64% فيما حصل منافسه الرئيسي على نحو 30% فيما حصل أيضا 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات الناخبين وبلغت نسبة المشاركة نحو 56% ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وفي أول ردود الأفعال الدولية قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن انقلاب القبون سيكون على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي وإن المعلومات لا تزال غير كافية بعد عدت الانقلابات إلى القارة الأفريقية من جديد إذ شهدت نحو 47 انقلابا أو محاولة انقلابية منذ عام 2012 فما أبرزها ما لشهدت انقلابين عام 2020 و2021 الأول كان السبب المعلن الأوضاع في البلد وغياب الرؤية وانعدام الأمنة أما الثاني فضبره قائد الانقلاب الأول بعد خلاف مع السلطة الانتقالي شهدت بوركينفاسو أيضا انقلابين خلال أقل من عام الدافع وراء الانقلابين سوء التعامل مع أزمة هجمات المسلحين ونقص المعدات العسكرية واللوجستية اللحقت بمالي وبوركينفاسو جارتهما النيجر إذا احتجزت مجموعة عسكرية الرئيس محمد بازوم وأغلقت الحدود وعطلت العمل بالمؤسسات وفي غينيا قامت كتيبة من النخبة بالاستيلاء على السلطة بدعوة الفساد وتجاهل حقوق الإنسان وسوء الإدارة الاقتصادية وفي فبراير 2022 نجى رئيس غينيا بيساو من محاولة انقلاب فاشلة قتل خلالها عدد من قوات الأمنة بعد مهاجمة مسلحين مجمعا كان يرأس فيه اجتماعا لمجلس الوزراء بالبلاد وفي الجابون أعلن ضباط كبار في الجيش استيلاءهم على السلطة عقب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بنغو بولاية ثالثة نرحب بضيفنا من القاهرة السيد عطية عيسوي الخبير في الشئون الأفريقي أهلا بك معنا سيد عطية سيد عطية بداية ما يحدث في الجابون هل يعد انقلابا ناجزا خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بوضع الرئيس الجابوني حتى هذه اللحظة حتى الآن يعتبر أن الانقلاب قد تم لأنه لم تظهر حتى الآن أي مقاومة من أي طرف سواء من المعارضة أو من داخل الجيش لا مقاومة مدنية ولا مقاومة عسكرية وبالتالي نستطيع أن نقول أن الأمور قد استتبت لهم على الأقل في الوقت الحالي إلا إذا تدخلت عناصر أو قوة خارجية وشجعت أنصارها في الداخل على التمرد على النظام الجديد أو مقاومة النظام العسكري الجديد يمكن أن تتدخل فرنسا يمكن أن تتدخل إكوس ويمكن أيضا أن تحس أو تحرض دول أوروبا الغربية أنصارها أو الموالين لها في الجابون على مقاومة النظام الجديد ومنع استدباب الأمور له خوفا من أن تقع الجابون هي الأخرى تحت النفوذ الروسي في إطار الصراع على السلطة بين روسيا والمعسكر الغربي سيد عطية ما المؤشرات التي قد تحدثها التطورات القادمة من الجابون وإلى أين ستأول الأمور في أفريقيا الآن بعد هذا الانقلاب الأخير المؤشر الرئيسي هو أنه رغم كل التهديدات من منظمة إكوس منظمة دول غرب أفريقيا وأيضا رغم وجود القواعد الفرنسية في منطقة غرب أفريقيا سواء في النيجر أو السنغال أو كودفور أو غيرها إلا أن الرغبين في الانقلاب على الأنظمة الحاكمة لم يردعهم ذلك وبالتالي غرب أفريقيا مرشح لانقلابات جديدة في دول تعاني من الطرابات العرقية ومن ظلم في توزيع السروة والسلطة وأيضا من انتهاكات لحقوق الإنسان فضلا عن ضيق المعيشة وغيرها من الأمور التي تجعل الناس سخطين على النظم الحاكمة فضلا عن الدول التي تدعمهم وخاصة فرنسا ويعتبرونها مسؤولة عن حماية هذه الأنظمة الحاكمة لذلك أتوقع أن لا تتوقف عملية الانقلابات في غرب أفريقيا يعني طالما لم يتخذ إجراء رادع سواء من إيكواس أو من فرنسا أو من الدول الغربية عموما بالحديث عن فرنسا وإيكواس سيد عطية هل يعقد المشهد الجديد في القابون من محاولات إيكواس والمجلس العسكري إيجاد أرضية مشتركة للخروج من الأزمة في النيجر يعني أرى العكس وهو أن هذا الانقلاب يدل على صحة أو يؤكد صحة وجهة نظر إيكواس بأنها إذا سكتت على انقلاب النيجر فإنها سوف يشجع ذلك على انقلابات جديدة في دول أخرى غير مستقرة وبالتالي ربما يؤدي هذا الانقلاب إلى التسريع من جانب إيكواس بتنفيذ تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر وأيضا التدخل العسكري في الجابون إذا رأوا أن ذلك مهم هناك فرق كبير بين إطاحة رئيس منتخب ديمقراطيا وبشكل حر وهو محمد بازون في النيجر وبين رئيس يعتبر امتدادا لعائلة تحكم البلاد منذ أكثر من 53 عاما وهو رئيس الجابون علي بونجو وأيضا اتخاذ كل أو السلطات في الجابون كل الإجراءات لضمان بقائف في السلطة وترشح لفترة سالسة والفوز بها وبالتالي ربما لا تتحمس إيكواس في معاقبة العسكريين في الجابون وإنما تتفق معهم على فترة انتقالية بسيط قصيرة لإعادة نظام الحكم المدني الدستوري أما في النيجر طبعا المسألة تختلف إلى حد كبير طيب سيد عطية هل تكشف لك الآن مستقبل إيكواس وتهديداته للنيجر الآن بعد المشهد الأخير في الجابون يعني كما قلت ربما يسرع الانقلاب الجابون من قرار إيكواس بتنفيذ تهديداتها ولكن للأسف من وجهة نظر إيكواس رغم أن فرنسا تحسها وتحرضها بشكل كبير على تنفيذ تهديدها العسكري إلا أن الولايات المتحدة تعارض ذلك بشكل غير مباشر وتصر على إعطاء الأولوية للعملية الدبلوماسية لحل المشكلة دون إراق الدماء وبالتالي هذا يثبت من عزيمة وجهود إيكواس ويجعلها تتردد في التدخل العسكري خاصة أنها إذا تدخلت عسكريا سوف يؤدي ذلك ليس فقط إلى إراق الدماء وإنما إلى إصارة الشعب النيجر ضد الإيكواس وأيضا إلى انسحاب الدول ذات الأنظمة العسكرية وهي خمس دول حتى الآن من إيكواس التي لا يزيد عدد أعضاها على خمس عشرة دولة وبالتالي يكون قد انسحب سلس عدد هذه الدول ويؤدي إلى إضعاف المنظمة وربما أيضا سيد عطية يكون التدخل العسكري ليس في النيجر بل الآن ظهر مشهد جديد وهو في القابون وربما يصبح هناك تدخلين عسكريين في القابون وأيضا في النيجر شكرا جزيلا لك من القاهرة سيد عطية عيسى ويا الخبير في الشؤون الأفريقية